عودة للحدث الأبرز ومتابعة التحضيرات لانطلاق منتدى شباب العالم للمزيد ينضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم أهلا بك كيف رصدت آخر التحضيرات الخاصة بانطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة نعم ما زلنا في متابعة مستمرة للورش التحضيرية المسبقة لهذه الورش الرئيسية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ربما تحدثنا كثيرا عن المواضيع وعنوين هذه الورش العامة التي سيتم منقشتها في الورش التحضيرية بالطبع كان منها جائحة كورونا والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية هناك العديد والعديد من الورش التي تمت منقشتها اليوم وهو ثاني يوم للورش التحضيرية ولكن نتحدث الآن قليلا عن إحدى الورش الهامة والتي كانت متعلقة بالهجرة الدولية منظمة الهجرة الدولية وأيضا ربطها بالتغيرات المناخية معي الآن ضيفاتي الأستاذة نورا فرج مساعد تنمية مشاريع في منظمة الهجرة الدولية للأمم المتحدة برحب بحضرتك يا فندم عايزين أول نتكلم يا فندم عن مشاركة حضرتك في هذه الورش التحضيرية أي الندوات شاركتي فيها وما الذي عرضتمها الندوة النهاردة كانت عن تغير المناخي وأصر التغير المناخي على عدة مواضيع عدة أهمها الأمن الغزائي زي تغير المناخي سواء في المناطق الزراعية بسبب موجات الحر العالية جدا وكذلك هبوط الفيادانات والسيول والسيول أدى إلى انقراض بعض المحصيل الزراعية في كثير من المناطق في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وبالتالي أدى إلى أن كثير من الناس من كانوا يمتهنون مهنة الزراعة قرروا أن هم يعتزلوا المهنة ويشوفوا مهنة أخرى علشان يقدر يجيب قوت طعامه أو يقدر يحقق متطلبات حياته اليومية وكذلك الأمن على الهجرة وبالتالي لو في منطقة فيها سيول وفيها يعني زي ما بنقول بالإنجليزي كده أكيد هيمشي لو هي منطقة غير مستقرلة هيمشي فبالتالي يؤدي إلى نزوح وزي ما بنقول يعني إحنا في الوركشوب في النهاردة في ورشة العمل قلنا أن مشكلة التغير المناخي هي مشكلة إنسانية وبالتالي الناس دلوتي بقت مهتمين بيها وبالتالي قب 27 هيحصل في مصر فبالتالي أصبح كل انشغال العالم على تغير المناخي في مصر وتغير المناخي في العالم وفي أفريقيا على عدة محاور وأهمها الأمن الغذائي كما ذكرت والشخص الأمن الإنساني والمهاجرين وكذلك على الأمن الصحي كذلك إن إحنا بنشوف إن التلوث البيئي والتلوث الهواء ده بيؤدي إلى كثير من المشاكل الصحية سواء على مستوى الصحة الجسمانية أو المنت الهالس الصحة النفسية أستاذ نورا كمان يمكن إحنا بنتكلم على فكرة هذه يعني الموضوعات اللي بتمس حياة المواطن بشكل عام سواء كان شباب أو سواء كان كبير في السن ولكن الشباب هم المستقبل أكيد كان ليهم دوره كان ليهم يعني أراء مختلفة النهاردة كلمين كده عن دورهم في الندوة النهاردة أو ورشة العمل النهاردة وهل كان ليهم فعلا أراء إبداعية زي ما دايما بنسمع أو توصيات ممكن نخرج بيها من نقاشنا مع الشباب حقيقة ده سؤال رائع لأنه أهم حاجة من منتدى شباب العالم والورش التي تسبق الافتتاح هو التوصيات اللي الرئيس سيدة فخامة الرئيس رئيس الجمهورية حيتم نشرها أو التوصية بيها في الختام طبعا أهم حاجة أنه يحصل من التوصيات اللي الشباب تفاعلوا فيها أو التوصيات اللي الشباب تطلعوها أثناء تفاعلات أو الفعليات في ورشة العمل هي تمويل التنمية وتبني الاقتراحات اللي ممكن تخلينا نتجنب مشاكل أو تفاقم مشكلة المناخ وكذلك أنه إحنا نروح للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق بس أهم حاجة هو مدى مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي الهدف رقم خمسة ورقم تمانية الهدف رقم عشرة وهو الحفاظ على المناخ وتحقيق عدلة بمساواة بين الجنسين وتحقيق نمو اقتصادي وهلما جرب من الأهداف التنمية المستدامة شكرا جزيلا الأستاذة نورا فارج مساعد تنمية مشاريع في منظمة الهجرة الدولية للأمم المتحدة بشكر حضرتك جدا يعني زي ما احنا كما تبعنا سويا هذه ربما نقاط هم تم دراستها ومنقشتها في الورش العمل الخاصة بالورش التحضيرية قبل الورش الأساسية في منتدى شباب العالم في نسخاته الرابعة وربما الأهم في هذه الورشة هو ربط التغيرات المناخية بالأمن الغذائي والأمن الإنساني وأيضا ربطه بالهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية والتوعية حول الهجرة الشرعية والتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية مواضيع مهمة جدا وحساسة جدا تمس الشباب وربما الأهم هي مشاركة الشباب والخروج أيضا بتوصيات خاصة من الواجب عرضها في نهاية المنتدى في نسخته الرابعة هنا من شرم الشيخ والآن عودة عليكم مرة أخرى أشكرك شكرا جزيلا المراسل التلفزيون المصري كاريم بيبرس كنت معنا مباشرة من شرم الشيخ حيث أقامت متدى شباب العالم في نسخته الرابعة